اشتركوا في القناة السمو والمعالي سادة الوزراء الحضور الكريم اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتهناء لكم معالي الأخ الوزير على تولي الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئاسة أعمال الدورة 161 للمجلس الوزاري متمنياً لكم كل التوفيق والنجاح كما أتقدم بالشكر لمعالي السيد ناصر بوريتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية على رئاسته الناشطة والحكيمة للدورة 160 من أعمال المجلس كما أتوجه بالتهناء لمعالي الأخ أبد الله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت على حضوره مجلسنا الموقر لأول مرة سيد الرئيس لا يجب أن يمحى يوم الخميس الماضي 29 فبراير من الزاكرة ومن زاكرة العالم سيظل هذا اليوم الذي استشهد فيه ما يقرب من 120 فلسطيني وجرح خلاله ما يقرب من 700 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يبحثون عن غزاء يسد جوعهم ويبقيهم على قيد الحياة في شمال غزة لم يكتف الاحتلال بالقتل والتدمير إلى حد محو المدن وإلغاء مقاومات الحياة لسنوات قادمة وإنما صواب نيرانه نحو البطون الخاوية لتبقى هذه المسبحة شاهدا على حالة عجز عالمي غير مسبوقة أمام حالة بلطجة ووحشية غير مسبوقة أيضا لا يمكن وصف ما يجري سوى بأنه عار عار على البشرية جميعا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما الفلسطينيون يقتلون جوعا أو قصفا أو قنصا لقد حاول الاحتلال إقناع العالم بأنه يدير حربا على حماس وفق خطة لاكتساسها ولكن الحقيقة تكشفت بما لا يحتاج إلى بيان هذه حرب إبادة كاملة ضد شعب بأكمله أدواتها الرصاص والقنابل والتجويع نعم ما يجري في غزة منذ أسابيع وشهور هو تجويع متعمد للسكان وفق خطة لإشاعة الفوضى الكاملة في القطاع وضرب كافة مظاهر النظام المدني فيه وقتل أكبر عدد من الناس والسعي في النهاية إلى تهجير من يمكن تهجيرهم إلى خارج القطاع وأتساءل ماذا ينتظر العالم بعد أن وضحت معالم الخطة على هذا النحو الفاضح والمخزي ووجه هذا السؤال بالتحديد لتلك الدول التي ترى ذاتها من زاوية التفوق الأخلاقي وتتحدث باسم القانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد هل يكفي أن تلقى المساعدات على غزة من الجو حتى تشعر القوة الكبرى في عالم اليوم براحة الضمير وكيف يستقيم هذا بينما هذه القوة ذاتها تسلح الاحتلال حتى الأسنان وتعوضه بالزخيرة والعتاد كيف يستقيم هذا بينما هذه القوة ذاتها هي من في يدها إيقاف الحرب بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال وقادته الحقيقة الساطعة أن الاحتلال يستخدم التجويع ومنع المساعدات وتعطيلها والمماطلة في إدخالها كاستراتيجية لتركيع المجتمع الفلسطيني في غزة وبالأمس فقط منعت قافلة برنامج الغزاء العالمي المكونة من 14 شاحنة من الدخول إلى شمال غزة بل ويسعى الاحتلال لإحكام الخناقة من خلال استهداف الوكالة الأساسية التي تعمل في غزة وأربع مناطق أخرى يتواجد بها اللاجؤون الفلسطينيون أقصد الأنروا التي أنشئت بقرار أممي في 1949 ويسعى الاحتلال الإسرائيلي اليوم لتفكيكها بإدعاء أن 12 موظفا من أصل 30 ألف موظف يعملون بها ضالعون في هجمات السابع من أكتوبر أي منطق هذا إن الأمر يجبه إغلاق مستشفى كاملة لأن أحد الطبائها تورط في مخالفة للقانون والهدف واضح أمامنا الهدف هو إلغاء قضية اللاجئين مسح قضية اللاجئين للأسف رأينا 16 دولة من بينها دول تعد من المتبرعين الأساسيين للأنروا تتماشى مع هذا المنطق المعوج وتقبل بهذه الحجج العرجاء التي لا غاية لها سوى تصفية قضية اللاجئين مثل ما قلت واليوم فإن العمل الإنساني كله مهدد في القطاع بسبب تقويض دور الأنروا التي تمثل المفصل الأهم في عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة إننا نطالب من تلك الدول التي علقت مساهماتها المالية للأنروا مراجعة هذا القرار من زاوية إنسانية وإخلاقية فمسؤولية غوث اللاجئين الفلسطينيين تبقى مسؤولية دولية في الأساس وليس معقولا أن يصدر الحكم قبل التحقيق ولا يعقل أن يعاقب أكثر من 2 مليون فلسطيني بشكل جماعي على أساس من اتهمات مرسلة دوافعها مثل ما قلت معروفة وغاياتها مكشوفة إن الحقائق معروفة لنا جميعا وهي حقائق مخجلة لكل ضمير إنساني أكثر من 25 ألف طفل وإمرأة ارتقوا شهداء بعد 150 يوم من القتل بدم بارد احتاج البعض لخمسة شهور كاملة وأكثر من 30 ألف شهيد لكي ينطق كلمة الوقفة الفورية لإطلاق النار بل لا زال هناك من ينطق الكلمة من طرف اللسان بينما المواقف الفعلية لا تنطوي على ضغوط حقية على الطرف المعتدي الطرف المعتدي الذي في رؤية هؤلاء يدافع عن حقه أي حق أقول بعبارة واضحة لكل الرغبين في تخفيض التصعيد في المنطقة ولمن يعون خطورة الإنزلاق إلى مواجهة إقليمية كبرى لن تكون في مصلحة أي طرف أقول لهم أن ثم توسيلة وحيدة لإطفاء النيران المشتعلة هنا وهناك أوقفوا هذه الحرب المحرمة ضعوا حدا لآلة القتل الإسرائيلية أحفظوا ما تبقى من هيبة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إن كان لهذه المفاهيم معنى أو قيمة بعد هذه المجازر المتواصلة أو كان هناك أيضا أخلاقيات في العالم وأقول لدولة الاحتلال وقادتها إن كل يوم تمارسون فيه الإجرامة في غزة يبعدكم سنوات عن التعايش والسلام في هذه المنطقة أقول لهم ستسكت المدافع في يوم قريب حتما ولكن الغضب الذي زرعتموه في الصدور لن يزول وبزور الكراهية التي نشرتموها في الأرض لن تنبت سوى الرفض والكراهية في المستقبل أقول لهم أوهامكم لن تتحقق مهما أمعنتم في القتل فالفلسطينيون باقون على الأرض والتهجير القسري مرفوض مرفوض فلسطينيا وعربيا وعالميا وأضيف لن يكون هناك فلسطينيين يوافق على الخروج من أرضه قصرا أو رغبة سيد الرئيس ننع على أعتاب شهر رمضان الكريم وهو شهر رحمة وسلام أحيي كل الجهود التي تبذلها دول هذا المجلس وغيرها من أجل تحدي حملة التجويع والتصدي لسلاح المجاعة الذي تشهره إسرائيل في وجه الفلسطينيين وأدعو لاستمرار هذه الجهود من كافة الدول في العالم لإدخال المساعدات الأساسية المنقذلة للحياة إلى قطاع غزة بأي طريق كان مع تأكيدنا على مسؤولية دولة الاحتلال التي تتحكم في معابر القطاع عن إيصال هذه المساعدات إلى الشعب وأقول إن إدخال المساعدات وفق آلية مستدامة وسريعة وناجزة سيسهم في إنقاذ الأرواح ولكنه لن ينهي المأساة التاريخية التي يشهدها قطاع غزة إن الحل الوحيد اليوم وقبل الحديث عن ما سيكون عليه مستقبل القطاع هو تحقيق وقف فوري مستدام لإطلاق النار تلك هي نقطة البداية التي يمكن البناء عليها والإنطلاق منها لمعالجة الوضع الكارثي في غزة ومن ثم استعادة القدرة على العمل السياسي لتنفيذ رؤية حل الدولتين شكراً لكم وأتمنى لأعمال هذا الاجتماع كل النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم